النوطة الثالثة واللي انا دايما شايفها حتى وان كان الاهلي بيكسب بنتائج كبيرة ان الاهلي عنده مشكلة في فكرة ترجمة الفرص ودي حاجة واضحة جدا جول المريخي الاول كرة مرتدة بعد هدف مؤكد ضايع من الاهلي جول المريخي التاني هجمة مرتدة بعد هدف مؤكد ضايع من النادي الاهلي والموضوع ده مش بس ابتدى النهاردة لا هو برضو ضد سان داونز الاهلي ضد سان داونز سدد على المرمى 22 تسديدة تخيلوا يا جماعة 22 تسديدة ولا واحدة منهم قدر الاهلي ان هو يسجل منه وفي فرص منهم كانت سهلة جدا والناس اللي اتفرجت على المطش فاكرة ده كويس رغم ان سان داونز مرحش في فرص كتيرة لكن كان قادر ان هو يسجل في مرمى محمد الشناوي فالاهلي عنده مشكلة كبيرة جدا في ترجمت الفرص وبشوف انه جزء كبير من المشكلة دي سببه ان البودلاء مش بينزلوا يعملوا الفرق ودي حاجة بصراحة مستغربها يعني البديل المفترض ان هو ينزل يحاول يستغل الفرصة بافضل شكل ممكن لان من الواضح ان التشكيل الاساسي للنادي الاهلي دايس بنزين فالبديل اللي بينزل في عشر دقايق ولا في عشرين دقيقة المفترض ان هو يحاول ان هو يقدم نفسه بافضل شكل ممكن علشان يلعب اساسي ففي اسماء يعني انا بشوف ان زي حسين الشحات وزي طاهر محمد طاهر بس حسين الشحات تحديدا عايز يعني اختص جزء كبير من كلامي عليه لان حسين الشحات بياخد فرص كتيرة جدا والجول التاني النهاردة للمريخ كان من المفترض ان كرة سهلة جدا على حسين الشحات لكن ما بيسجلش منها حسين الشحات هو حالة غريبة في الاهلي لان حسين الشحات مش منضم من سنة ولا سنتين حسين الشحات بقاله فترة طويلة دلوقتي مع النادي الاهلي ورغم كده فرص حسين الشحات بتقلم عن النادي الاهلي مش بتزيد رغم ان المفترض ان هو بقاله فترة طويلة والمفترض ان الفترة طويلة دي يكون هو استغلها علشان خلاص يبقى هو مقدم نفسه بافضل شكل ممكن وان هو يبقى دايس بنزين علشان يبقى اساسي في الاهلي لكن اللي بيحصل ان كل سنة حسين الشحات ما بيقدمش نفسه بالشكل اللي يخليه يطمن جمهور الاهلي ان حسين الشحات موجود لو النهاردة بيرسي تاو مصاب ولا فيه لاعب في النادي الاهلي مش موجود حسين الشحات لما يلعب اساسي بقى احنا كده خلاص مستريحين لا بالعكس حسين الشحات كل سنة بيزود قلق جمهور الاهلي على الخيارات الهجومية فالفرص اللي زي دي اعتقد انها ما بتجيش كتير وده بينقلنا ليه الراجل اللي انا زعلان علشانه حسام حسن اللي انا بحس انه انه بقى له مطشين تلاتة كده الراجل بينزل محبط يعني لما بتجي تشوف وهو نازل الراجل نازل النازل الاخر دي او نازل عامل ايه فمش يعني عكس حسين الشحات عكس طاهر محمد طاهر مفترض ان هم بياخدوا دقايق اكتر فيقدروا ان هم يقدموا فيها نفسهم بشكل افضل حسام حسن انا بحس انه سايق الحظ شوية ويه تقلق محمد شريف حيزود من الفرص القليلة اللي بياخدها يعني مش بيزود بقى من الفرص لا الفرص القليلة يعني الراجل المهاجم لما ينزل في اخر دقيقة من المطش حيعمل ليه؟ يعني هو محتاج ان على طول بقى يعني يبقى فيه هجمة للفريق او فيه هجمات متتالية للفريق علشان يحاول ان هو يستغل واحدة منهم ويسجل يعني حسام حسن انا اعتقد ان هو محتاج مشاركة اكتر محتاج دقايق اكتر علشان الراجل يقدم نفسه حتى كبديل لمحمد شريف يعني لو خلاص احنا سلمنا ان محمد شريف هو المواجم الاساسي للاهلي فالراجل اعتقد ان هو محتاج فرص اكتر علشان يقدم نفسه ان هو هيبقى عنصر تقيل على الدكة للاهلي في المتبقي من الموسم لكن حسين الشاحات انا بشوف ان حسين الشاحات جزء كبير من العدم اللي اطنقنان او القلق اللي وصل لجمهور الاهلي من وجوده في الملعب سببه حسين الشاحات نفسه سببه ان الراجل ما بيستغلش الفرص اللي بتجيله كور كتيرة سهلة بيهديرها حسين الشاحات وكور كتيرة صعبة بيحاول حسين الشاحات ان هو يصعبها لنفسه اكتر وده بصراحة اللي انا بشوفه فحسين الشاحات هو لاعب في النادي الاهلي ولاعب في النادي الاهلي طبيعي ان التوقعات تبقى اكتر من وجوده في المقصة او وجوده في اي فريق تاني فمنطقي ان لو في مشكلة عند حسين الشاحات في فكرة ترجمة والفرص يشتغل على نفسه اكتر ان هو يحاول ان هو يحسن الحتة دي لكن الاكتفاء او ان انت تبقى من هم العشرين دقيقة اللي بنزلهم وبحرك الكورة شوية او بحرك اللعب شوية انا اعتقد ان كده مش هيبقى فيه تطور في مسيرة اي لاعب مع النادي الاهلي لو هو ده تفكير ان انا بنزل اخر عشرين دقيقة وخلاص سوا حسين الشاحات او غير حسين الشاحات